بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية والوفدي المرافق ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو دبي 2020 احتفل المعرض الدولي في ساحة الوصل باليوم الوطني لجمهورية التركية وفي كلمة له خلال الاحتفال عبر الرئيس التركي عن سعادته في الاحتفال باليوم الوطني التركي في إكسبو 2020 دبي مباركا للشقيقة والصديقة دولة الإمارات على استضافتها الناجحة لهذا الحدث بالرغم من الجائحة العالمية والتي تعكس التقدم والنجاح الذي حققته دولة الإمارات ومن جانبه أشار معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان إلى أهمية المشاركة التركية في إكسبو 2020 دبي في تعزيز العلاقات بين البلدين إنما أحرزته دولة الإمارات من تقدم وازدهار في ظل قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان إنجاز يستحق الثناء ولا شك أن إكسبو 2020 دبي أحد هذه الإنجازات النموذجية التي تعكس تفوق الإمارات إن شعار إكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل له مغزا عظيم جدا تحتل تركيا اليوم المرتبة الخامسة في أوروبا والثانية عشر في العالم من ناحية الطاقة المتجددة وتركيبها ولدينا أول سيارة كهربائية توج معروضة في الجناح إن مشاركة تركيا في إكسبو بمنطقة الاستدامة تعبير عن موقفنا القوي في هذا المجال نحن نسعى لتحقيق التنمية التي تحترم الإنسان والشعب والطبيعة والبيئة معا إن العلاقات الدبلوماسية التي انطلقت قبل 44 عاما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية الشقيقة هي علاقات راسخة وغوية وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر للجمهورية التركية الشغيقة على مستوى العالم وثاني أكبر شريك تجاري لها في منطاتنا حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 9 مليار دولار أمريكي في عام 2020 كما أن الإمارات أيضا من أكبر المستثمرين في تركيا حيث وصل جمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي لتركيا في نهاية عشرين عشرين نحو خمس مليار دولار ترجمة نانسي قنقر